الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وبعد في اللقاء الثامن والستين من أسماء الله الحسنى مع اسم من أسمائه سبحانه نقرأه في الصباح وفي المساء وفي كل وقت في الصلاة وفي الدعاء هو اسم الله الرب وقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن الكريم عندما تفتح كتاب الله عز وجل يطالعك في أول صور القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين فما معنى الرب؟ الرب هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف ومن معاني الرب التربية وقوله سبحانه وكونوا ربانيين أي تربوا على هدي الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ربكم والرب من معانيه كذلك هو الجامع الذي يجمع الناس ولعلها من معنى كونوا ربانيين فالعالم الحق هو الذي يجمع الناس على الخير يؤلفهم على الدين والإيمان والرب هو المتكفل بالإصلاح والرعاية ومنه رب الأسرة وربة المنزل والرب هو العالي والسيد والمنقذ يقال فلان رب قومه أيساسهم فانقاضوا له الربوبية لها معنين معنى عام ومعنى خاص المعنى العام للخلق أجمعين فهو خالق كل شيء سبحانه ومدبر كل شيء جل جلاله ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى وهو الذي يسأله من في السماوات والأرض وهو جل شأنه كل يوم هو في شأن يرفع أقوام ويخفض آخرين يغني هذا ويفقر هذا يمرض هذا ويشفي هذا يحيي هذا ويميت هذا يجيب هذا ويمنع هذا سبحانه وتعالى هذا المعنى العام أما المعنى الخاص لعباده الصالحين هو رب الطيبين ورب المؤمنين بالعناية والرعاية والقبول والتزديد والمغفرة والنصرة والهداية وقد أحسن الشاعر في قوله بمن يستغيث العبد إلا بربه ومن للفتى عند الشدائد والكرب ومن مالك الدنيا ومالك أهلها ومن كاشف البلوى على البعد والقرب ومن يدفع الغماء وقت نزولها فهل ذاك إلا من فعالك يا ربي كل ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى إن اسم الرب من الأسماء الملازمة والملائمة للدعاء دائما لماذا؟ لأن فيه معنى القدرة والرحمة والاختصاص والقرب فالمكروب والملهوف والمستغيث والمبتهل يناجي وينادي ربه ويسأله ويتذرع إليه وكأنه حين يقول يا رب يا رب كما جاء في حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يعني ثيابه مغبرة من طول السفر وشعره يعني تلبد من كثرة الغبار في مراوة مسلم كأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه السابقة وآلائه الماضية سبحانه وتعالى وفضله حين بدأ بالنوال قبل السؤال فقال يا رب يا رب يا رب فياربي كما خلقتنا وأحسنت خلقنا ورزقتنا وعافيتنا وسترتنا فأتمم علينا نعمك وأوسع علينا رزقك وأدم عطاياك وادفع عنا كل شر ونقمة وأسعدنا في الأولى والآخرة ويا رب أنصر إخواننا في غزة وفلسطين ويا رب وحد صفوف المسلمين تحت راية القرآن والسنة النبوية المطهرة ويا رب ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر